نقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من الموضوعات ومنها متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وحركة السوق وتوفر السلع الغذائية وتنفيذ قرارات ضبط الأسواق وإصدار قرارات لدعم الاتثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصري كما تابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس السيسي ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاتثمار وملفات الاتثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمثثمرين ومضلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدود الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام ترجمة نانسي قنقر